نقول احنا المفروض نبدأ ازاي في رمضان علشان التغذية تبقى تغذية سليمة او تغذية صحية طبعا احنا بنتكلم على كل الناس الاصحاء احنا ما بنتكلمش على اصحاب الامراض او اللي هو يكون مثلا مصاحب لحياته مرض معين او عادة معينة مثلا تكون منعام ان هو يصوم لان معظم الامراض ما فيهش معاها صيام ده بامر الطبيب خاصة المزمنة اه طبعا انا بتكلم على المزمنة اه فاحنا بنتكلم عادة في الحلقة النهاردة على الشخص السليم اللي هو انا وحضرتك وان شاء الله لكل المشاهدين بإذن الله انا المفروض ببدأ ازاي الفطار بتاعي او المفروض ان انا اكل ازاي او اقسم الاكل ازاي انا عايز اكل كل حاجة او انا هنا بخاطب الانسان الزايد في الوزن ولا الالل في الوزن ولا الشخص الطبيعي انا بخاطب الشخص الطبيعي والشخص اللي زايد في الوزن وعايز يحس يعني ان شاء الله بإذن الله احنا فيه في الخطة بتاعتنا ان احنا هنعمل حلقة عن النحافة الناس اللي هي النحيفة او الرفيعة شوية هم مش مهدور حقهم او يبختهم يعني الناس مبسوطة بيهم جدا الله بكتروا حدش بيبقى عجبه حاله اه اه دي حاية ولكن طبعا هو مهدور حقهم ان الناس مش شايفة ان هم عايزين يزيدوا والحاجات دات يعني ان هم بيأكلوا كتير ومش عارفين يزيدوا هنتكلم عليها ان شاء الله بإذن الله في حلقة خاصة يعني الموضوع ده وهنديله حقه قوي وهنقول للناس ازاي تزيد فيه كمان لكن احنا النهاردة بنتكلم على شخص رياضي عايز يحافظ على جسمه شخص زايد عايز يخس هنقول يخس ازاي احنا النهاردة ان شاء الله هنعرض نموذجين من النظام الغذائي اللي يخسسه واحد صحي وبيخسس بطريقة بسيطة يعني مثلا ممكن من اثنين لاثنين ونص ثلاثة كيلو في الاسبوع لمدة الشهر بالكامل وفي واحد قاسي ده ممكن الواحد يخرج منه خسس 12 كيلو او 10 كيلو احنا بنتكلم من 8 ل 12 كيلو ده الطبيعي ده النظام اللي هو العادي ده العادي انا عارف ان فيه نظام تاني قاسي جدا هنقوله النهاردة برضو بس هو ده الحقيقة قاسي انا اصدت ان انا حطه علشان الناس تقدر تبقى عارفة الفرق بين النظام الصحي والنظام القاسي والقاسي ده صحي برضو مش مش صحي ولكن ما ينفعش ليكون لنموذج او لشخص بيمارس رياضة عنيفة او ما ينفعش يكون لشخص مثلا بيهبط او ضغطه بينزل او كلام ده فهنوضحه لكن احنا بنخاطب الناس اللي عايزة تخس والناس اللي عايزة تحافظ انا في جميع الاحوال لازم ابدأ الاكل بتاعي مع ازان المغرب اول ما ازان المغرب يأزن ان شاء الله بإذن الله ببدأ الفطار بتاعي على طمر وكوباية ميا وبعدين ابدأ اقوم اصلي المغرب وبعدين ابدأ اروح لان انا اكل احنا حطينا على الشاشة فعلا للمشاهدين علشان يبدأوا يقرؤوا معنا او يتابعوا معنا او اللي عايز يكتب المفهول ان انا ببدأ الفطار بثمرة لثلاث سمرات طمر لتعديل مستوى السكر في الدم لان مستوى السكر في الدم بيهبط نتيجة فترة الصيام الطويلة وما فيش جلوكوز داخل او ما فيش سكر داخل خالص فبيبدأ البناء ده في اخر ساعتين او الشخص يعني الصايم اخر ساعتين في الصيام بيبدأ مستوى السكر بيقل جدا فبيبدأ يحس ساعات بشوية الدوخة الخفيفة او الصدع الخفيف او الارهاق او الكسل او التعب فاحنا المفروض ان انا ببدأ على طول بالطمر ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت انا مش مفاجئه بكمية سكرمة عالية وهشرب معها مية المفروض علشان ادوب الطمر ده بسرعة علشان يبقى امتصاصه سريع وقت ما انا هصلي المغرب ان شاء الله بإذن الله المفروض ان انا لما اجي ابدأ افطر لازم ابدأ الفطار بتاعي ببطء يعني انا ما ينفعش ان انا اهجم على الاكل زي ما الناس متعودة ان اعايز اتخلص يا دكتور نعم بيبقى عنين بقى ما هم بيبقى عنين بس هو ده الزكاء بقى هو ده الزكاء اللي هيفرق بين شخص وشخص انا عايز اخس والشخص التاني مش فارق معاه طريقة الاكل او انا عايز احافظ على جسمي والشخص التاني مش فارق معاه طريقة النظام في الاكل فاحنا لما هنيجي نبص هنلاقي ان باكل ببطء لازم اكل ببطء الاكل يكون ببطء جديد اخد وقت فيه زيادة عن اللذوم تالت حاجة انا عايز بس الشاشة تطلع معنا بعد اذنكم ايوا ان شرب المية دوت اللي الناس بتنساه تماما الناس بتروح تاكل وبتشرب عصاير محلية كتير جدا وبتنسى شرب المية اللي هي المية شرب المية ده شيء مهم جدا عشان كده احنا حطناه مع التمر ببتعد على قد مقدر على قد مقدر عن المقلي كلمة على قد مقدر ديت عن المقلي يعني معناها ايه معناها ان الاكل بتاعي ما ينفعش ان هو يكون فيه مقليات ولو انا عايز احط مقلي ما ينفعش يبقى اكتر من مرة او مرتين في الاسبوع يعني هو مسموح يعني مش مرفوض ممكن احطه مرتين في الاسبوع المقلي دوت لكن مقدرش ان انا اتحمله كشخص عايز يحافظ على وزنه ان هو يبقى ده الاكل المعتاد بتاعي ترجمة نانسي قنقر